سأنتقل بكم إلى سؤال آخر في أجوائنا المهدوية الشريفة السؤال المرقم 1641 هذا السؤال أجاب عليه إسحاق الفياط وسأعرضه عليكم عبر التطبيق الألكتروني المتوفري في الموقع الألكتروني الرسمي لإسحاق الفياط تطبيق على الموبايل رجعاً اعرضوا لنا صورة السؤال 1641 مع جوابه عبر التطبيق على الموبايل أتمنى عليكم أن تبقوا صورة الوثيقة على الشاشة حتى أكمل قراءة السؤال والجواب وأتمنى على المشاهدين أن يدققوا النظر في المعروض بين أيديهم هذا السؤال 1641 السؤال أطول من الجواب سأقرأ السؤال عليكم كثرت في هذه الأيام الدعوات والنداءات لظهور اليماني الموعود فنحن نسمع الكثير من هذه الدعوات والتي شقت صف المؤمنين خصوصاً في المهجر في المهجر في البلاد الأوروبية وغيرها وهذا فعلاً قد حصل بسبب دعوة الدجال البصري أحمد إسماعيل قاطع الذي يدعي أنه اليماني السؤال عن هذا الدجال كثرت في هذه الأيام الدعوات والنداءات لظهور اليماني الموعود فنحن نسمع الكثير من هذه الدعوات والتي شقت صف المؤمنين خصوصاً في المهجر وسببت شرخاً كبيراً وحقيقة تدمي كل قلب يحترق من أجل المذهب الحق أي مذهب أهل البيت ليس لهم من مذهب إصطلاحي مذهبهم إذا عبرنا عنه بالمذهب فهو بحسب اللغة لكنك يا أيها السائل ثقفك هؤلاء سفلة حوزة الطوسي من المراجع المرجئة البترية ثقفك أن تستعمل هذا المصطلح استعمال هذا المصطلح يخرج الشعيع عقائدياً نظرياً علمياً من دين محمد وآل محمد فآل محمد ليس لهم من مذهب إصطلاحي الدين دينهم وسائر الناس يريدون أن يطلق على أنفسهم مذاهب فرق مجموعات أديان هم أحرار دين محمد هو دين آل محمد فقط وسببت شرخاً كبيراً وحقيقةً تدمي كل قلب يحترق من أجل المذهب الحق ومن هذه الدعوات الرائجة هي دعوة من يسمى أحمد بن الحسن يا حبيبي ما هو أحمد ابن الحسن إنه أحمد الحسن المجيب سيجيب بنفس الاسم السائل أثوال والمجيب أثوال هذا اسمه الذي يدعيه أحمد الحسن وما هو بأحمد ابن الحسن إنه أحمد الحسن هذا هو الدجال البصري الذي يدعي أنه اليماني واسمه أحمد إسماعيل قاطع أحمد إسماعيل قاطع اسمه الذي يعرف به بين المعتقدين بأنه اليماني الذين يعتقدون بإمامته وبعصمته اسمه أحمد الحسن وليس أحمد ابن الحسن على أي حال ومن هذه الدعوات الرائجة هي دعوة من يسمى أحمد ابن الحسن وحسب وحسب الدعاء أتباعه بأنه ابن الإمام المهدي وقد ناظر العلماء فعجزوا عن مناظرته ولديه علم المتشابهات إلى آخره وَلَدَيْهِ حالة بيني هذا اليماني الدجال أزرق لكم وانطلع خياسه اعرضوا لنا صورته رجاء هذا هو أحمد إسماعيل قاطع هذا هو اليماني الذي يقولون عن اليماني الموعود هذا هو دجال البصرة أحمد إسماعيل قاطع الذي يسمي نفسه بأحمد الحسن وليس أحمد ابن الحسن مثلما يسأل السائل والمجيب أيضا ما هو المجيب أثوال وقد ناظر العلماء فعجزوا عن مناظرته ولديه علم المتشابهات إلى آخره فيا سادة الأفاضل أرجو إفادتي وأخواني المنتظرين جوابكم حول مثل هذه الأباطيل وبالدليل المقنع لمن يكابر ويصد عن سواء السبيل مع ذكر بعض المصادر بهذا الخصوص لإنقاذ مذهبنا الحاق من التشرذم وأتباع الناعقين من كل حدب وصوب أدامكم الباري لما فيه خير هذه الأمة يجيب المرجع الأعلم ملخ راح يجيب راح يغرد يغرد أبو محمود بس ما ندري يغرد من فوق لو يغرد من جو خلنقرأ الجواب ونشوف بعدين يبين راح يغرد من جو غرد غرد أبو محمود هكذا يجيب أبو محمود راح يغرد وأنا سأغرد نيابة عن لكنني أغرد من فوق لأنني أقرأ كلامه هو يغرد من جو الروايات الصحيحة هكذا يقول أبو محمود الروايات الصحيحة أسأ ما أدري أن طلع دعاية جاي محمود لو لا على أي حال الروايات الصحيحة تؤكد أن ظهور اليمان والخراسان يكون بعد الصيحة لا قبلها وأما أحمد بن الحسن قلت لكم هذا راح يغرد من جو هو ما اسمه أحمد بن الحسن اسمه أحمد الحسن هذا الاسم المدعى أدري إذا أنت تريد تتحدث عن دجال وعن ضال غير تعرف اسمه الروايات الصحيحة على أساس الأخ يعرف بالروايات على أساس هو رهوية حديث لا يا أحمار على هذه الدقة هؤلاء هم رواة الحديث الذين يضحكون عليكم يقولون لكم هم الحجة من قبل صاحب الزمان لأنهم رواة الحديث خلين نشوف هذا الأثول أي روايات هذه التي يتحدث عنها اش ورطك ويا يا أبو محمود اش ورطك اش ورطك ويا جابك علي الروايات الصحيحة أبو محمود غرد بس مع الأسف غرد من جو الروايات الصحيحة تؤكد أن ظهور اليماني والخراساني يكون بعد الصيحة لا قبلها فهذا يعني أن الصيحة ما حدثت لحد الآن فكيف يدعي هذا من أنه اليماني هذا مراده هو هذا وأما أحمد بن الحسن وما هو أحمد بن الحسن هو أحمد الحسن فهو مدع ولا يجوز اتباعه ولا الترويج له وفقكم الله تعالى والله العالم أسائل طلب توضيحا السؤال أطول من الجواب والسؤال والسؤال كله أخطأ اسم الدجال جاء خطأ فاسم الدجال هو أحمد الحسن واسمه الأصل أحمد إسماعيل قاطع ولكنه هكذا يسمي نفسه من أنه اليماني فاسمه هكذا المعروف بين أتباعه أحمد الحسن وليس ابن الحسن فإسحاقنا الفياض هذا الذي يفيض على شيعة جهلا وغباء وثولا ويغرد من جو لا يعرف اسم الدجال أدري أنتم تردون تظهرون علمكم حينما تنتشر الفتن كيف تظهرون علمكم ولا تعرفون الدجالين وأسماءهم وأحوالهم يا أبو محمود وهذه الروايات الصحيحة بروح بيك ذاك الصوب الغزنوي ما هو إسحاق الفياض صوبي غزنوي من قرية صوبة التابعة لمحافظة غزنة في أفغانستان بروح بيك ذاك الصوب الغزنوي وين لقيت هذه الروايات الصحيحة التي تقول أن ظهور اليماني والخراساني بعد الصيحة لا قبلها وين لقيت هذه بأموك يا حبيبي يا عيوني يا قلبي يا أثول يا غبي يا أيها المرجع الأعلى الذي عينك المرجع الأعلى الشيستاني الفلتة يا حبيبي السفياني بحسب الروايات الصحيحة التي لا تعرفها أنت السفياني يخرج في رجب يا حبيبي السفياني يخرج في شهر رجب واليماني والخراساني يخرجان معه في الوقت نفسه حديث أهل البيت الصحيحة من أنهم يخرجون في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد فيخرج السفياني في بلاد الشام في اليوم نفسه يخرج الخراساني في خراسان في إيران خراسان خراسان إيران لا شأن لنا بالذين يتحدثون من نواصب سقيفة بني ساعدة عن أن خراسان هي أفغانستان نحن نتحدث عن رواياتنا عن أحاديثنا عن حديث العترة الطاهرة في يوم واحد في شهر رجب في أوائل شهر رجب يخرج السفياني في الشام وترتفع رايته في دمشق بشكل واضح للجميع في اليوم نفسه ترتفع رايته الخراساني في إيران ومركزه قم 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 هي المركز مركزه قم قم مدينة القيام مدينة القائم وفي الوقت نفسه اليماني ترتفع رايته في اليمن هذا كله في شهر رجب في أوائل شهر رجب القرائن الموجودة نحن لا نمتلك أدلة واضحة في أي يوم من شهر رجب لكن القرائن تشير إلى أن ظهوره سيكون في الأسبوع الأول في الأسبوع الأول من شهر رجب القرائن هكذا تقول في بدايات شهر رجب وفي هذا الوقت ترتفع راية اليماني وراية الخراساني الخراساني في إيران واليماني في اليمن والسفياني في الشاء هذه الروايات الصحيحة عن العترة الطاهرة أما الصيحة 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 التي هي العلامة الأم فإنها تكون في شهر رمضان في صبيحة اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان إنه يوم القادر يعني بعد انتهاء ليلة القادر في فجر يوم القادر في فجر اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان وسيكون ذلك اليوم جمعة ليلة القادر ستكون ليلة جمعة ستكون الصيحة فكيف تقول يا أيها المرجع الأعلم الأثول الأضراط تقول من أن الروايات الصحيحة تؤكد أن ظهور اليماني والخراساني يكون بعد الصيحة لا قبلها من أين جئت بهذا الضراط يا أبا محمود ولكن سطرين سطرين كل غلط وتقول للناس أخذوا عقائدكم وعرفوا إمام زمانكم بالرجوع إلى هؤلاء العلماء هو هذا تكليف الشيعة الشيعة ما عندهم تكليف إلا يعودون إلى السرابيت الثولى من أين جئت بهذا الضراط يا أبا محمود حبي يا أسحاق الصيحة الأصل هي هذه نعم هناك صيحة ستكون في شهر رجب يعبر عنها بالنداء هذا نداء شهر رجب وأيضا يكون بعد ظهور السفياني واليماني والخراساني لكن الأحاديث الشريفة حينما تتحدث عن الصيحة إنها تتحدث عن صيحة شهر رمضان وهناك نداء أيضا يرتفع متى يرتفع حينما يبدأ برنامج الظهور وحينما يجتمع أصحاب الإمام بالإمام في مكة وحينما يعلن بيانه بين الركن والمقام هناك نداء سماوي أيضا لكنه ما هو بالصيحة التي هي العلامة الأم التي جاء ذكرها في التوقيع الأخير آخر توقيع خرج من السمر رضوان الله تعالى عليه أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة في آخر في آخر توقيع توقيع الدعاء المشاهدة والذي جاء فيه وسيأتي شيعة من يدعي المشاهدة ألاف من ادعى المشاهدة قبل خروج السفيان والصيحة فالإمام فالإمام ذكر خروج السفياني قبل الصيحة هذه الصيحة التي أشار إليها الإمام من خلال أحاديثهم الوفيرة والكثيرة ستكون في شهر رمضان والسفياني والخراساني واليماني سيكون خروجهم جميعا في شهر رجب لماذا ذكر الإمام السفياني لأن السفيانية علامة واضحة من خلالها نستدل على خروج اليماني والخراساني هي علامة واضحة جدا من هنا ذكرها إمام زماننا ذكر أوضح علامتين العلامة الأولى السفياني لأن خبره سينتشر قبل انتشار خبر اليماني وقبل انتشار خبر الخراساني صحيح الثلاثة سيخرجون في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد لكن خبرهم لن ينتشر كانتشار خبر السفياني بعد ذلك سنعرف بخروجهم نعم الذين يعرفون الروايات والأحاديث ما إن يعرفوا ويشخصوا شخصية السفياني فإنهم يعلمون من أن اليمانية قد خرج الآن ومن أن الخراسانية قد خرج الآن وإن لم يكن خبر اليماني قد انتشار وإن لم يكن خبر الخراساني قد انتشار لأن السفيانية سينتشر خبره انتشارا في كل العالم سيكون علامة واضحة جلية جدا من هنا الإمام أشار إلي وأشار إلى الصيحة وصيحة علامة واضحة جدا أوضح العلامات هاتان العلامتان السفياني في رجب والصيحة في شهر رمضان لذا فإن الإمامة أشار إلى هاتين العلامتين ومن خلال معرفتنا بتحقق هاتين العلامتين نستطيع أن نشخص بقية العلامات فبمعرفتنا بظهور السفياني نستطيع أن نعرف ظهور اليماني وظهور الخراساني وبعد ذلك تأتي مجموعة من العلامات التي نستطيع أن نشخصها من خلال معرفتنا بظهور السفياني واليماني والخراساني إلى أن تأتينا العلامة في شهر رمضان إنها الصيحة إنها العلامة النهائية النهائية الأكيدة القطعية فيا أبا محمود يا أسحاق هذا الهراء من أين جئت به وتقولون لي بعد ذلك من أن هؤلاء رواه حديث أية رواية هذه الروايات الصحيحة تؤكد أن ظهور اليماني والخراساني يكون بعد الصيحة لا قبلها وأما أحمد بن الحسن أدري يعني ولا جملة صحيحة في هذا الجواب ذول هم العلماء اللي أنت اترجع الشيعة لهم على أنه لا تكليف في عصر الغيبة وإنما التكليف أن تعود إلى العلماء هي هاي المرجعية اللي هي صمام الأمان هذا حتى ما يصير صمام الضراط وهذا صمام الأمان الجواب أقصر من السؤال وكل ما فيه خطأ في خطأ هنيالكم يا شيعة هنيالكم بس يستاني اللي هو الأعلم وجاب لكم هذا الأعلم وهنيالكم بالأعلى الينتخب بالأعلى من أم مدعكم ومدعضكم نذهبوا إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر